بعتة النادي الأهلي تعطلت في أكرا واتصالات مع كاف لتأجيل مباراة ميدياما تعرضت الطائرة التي تقل بعتة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة حيث عبت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدا للإقلاع استضمت المعدة بمقدمة الطائرة مما تسبب في عدم صلاحياتها للطيران في الوقت الراهن وعليه باتت بعتة النادي الأهلي في ورطة حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة في ظل عدم توفر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإختاره بما حدث واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في هذا اللقاء ترجمة نانسي قنقر